تدهور متصاعد وأمراض متزايدة وتراجع في الخدمات الصحية نتيجة للإهمال الحكومي لهذا القطاع وشيوع الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هذا ما يعانيه الواقع الصحي في العراق بأجمعه أما في المناطق المحررة فالمعاناة مضاعفة إذ تضاف إليها نقص في الأدوية ودمار في البنى التحتية الصحية التي تعجز وزارة الصحة عن سد الفجوة التي تقدر بمليارات الدولارات جولة تفقدية أجراها مدير صحة صلاح الدين رائد الجبوري لمستشفى سام الراء للإطلاع على الواقع الصحي ومعاناة المواطنين وقال عنها الوضع الصحي في المحافظة يحتاج إلى وقفة كبيرة وقفة كبيرة جدا بصراحة هناك نقص حاد في كل المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية وكذلك لنحتاج إلى دعم في موضوع الأبنية الجبوري أكد أن الحل الوحيد للتحسين الواقع الصحي في القضاء الكبير هو إكمال مستشفى المائتي سرير المتوقف منذ أكثر من ست سنوات لإشكالات بين الصحة والمالية الحل الوحيد لقضاء سام الراء الوضع الصحي التحسين في قضاء سام الراء هو العمل على إكمال المستشفى المائتي سرير المقر والتوقف منذ خمسة إلى ست سنوات بسبب إشكالات في وزارة الصحة ووزارة المالية من أكبر المشاكل التي يعاني منها الواقع الصحي في المحافظة هي قلة التخصيصات المالية كون أن المحافظة تعرضت إلى موجة الإرهاب وبحسب المسؤولين فإن صندوق إعمار المناطق المحررة خصص في العام الماضي لقطاع الصحة في محافظة الأنبار أكثر من خمسة وثمانين مليار دينار أما محافظة صلاح الدين فكان نصيبها لا يتجاوز الأربعة مليارات دينار فقط ولا بد من وقفة جادة لدعم المحافظة في هذا الجانب